فمش شرط بقى انك انت تقعد ترفع ايدك وتقعد تدعي لا انت بالجواك وربنا سبحانه وتعالى شايفه ومطلع عليه الاحساس والصورة الزهنية اللي دخلك وانت بتديها طاقة احساس ومشاعر وبتكونها كده من الداخل اذا كانت سلبا فهتعيشه واذا كانت ايجابي برضو هتعيشها وده دعاء وده دعاء فالخيال يا ام يرفع صاحبه فوق يا ام ينزلوا في الارض وانت وشطرتك بقى بتستخدم خيالك ازاي فالخيال دعاء نعم دعاء فعشان يا اخويا او يا اخت لما تسمع يعني المعلومات دي كده انت سمعتها تحاول انك انت دايما تفكر في الايجابي فاحلامك الحلوة اللي انت عايزها فاهدافك في امنياتك هتقول لي بفكر وما بتحصلش هقولك ما عشان فيه قلق برضو بالاحساس وبالمشاعر وبرضو بالخيال بتعمل كده بس فيه قلق عشان كده ما بتحصلش عيش وقتك اللي انت عايزه الحلم بتاع بكرة اللي انت عايزه عيشه في الوقت الحالي دي اسمها برمجة لو انت برمجت برمجة وكمان قانون الجذب اللي كتير بيتكلم فيه ودي نعمة معاك بلاش يعني تبقى عايش نكرها لو انت برمجت عقلك في الوقت ده تحديدا عند نومك وشفت الهدف اللي انت عايزه الامنية اللي انت عايزها بكل حزافرها وعيشتي معاها شوية وديتها طاقة وديتها صورة وانت عايش في الهدف ده الامنية دي بكل حزافرها واستمتعت في الخمس دقايق دول قبل ما تنام لمدة واحد وعشرين يوم هتجذب الشيء اللي انت عايزه اللي كنت تتخيل قبل النوم هتبتدي تشوف الخيوط اللي توصلك لي وتعيشه في صيغة الواقع طيب والعكس كذلك لو انت عادت تفكر في يومك في مواكف سلبية اذا كانت بقى في الماضي او في صيغة الحاضر او في اللي جاي وعادت تفكر وتدي طاقة مشاعر سلبية احساس مشاعر والموضوع ده بقت عالي عندك والصورة الزهنية عندك عالية زيها بالظبط هتعيشوا ومش هتعرف تجذب اي امنية انت نفسك فيها تظهر لك فالخيان نعمة اه نعمة الاحسيس مشاعرنا نعمة نعمة اه نعمة كبيرة دمعك حسيسك مشاعرك ظنك احسانك في الظن بالله سبحانه وتعالى مع قوة ومشاعر والصورة الزهنية اللي كونتها دي اسمها امين دعاء انت بتعمله اشتركوا في القناة